التأني من الله هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعجلة من الشيطان فالتأني ده سلوك طيب جدا إنه الإنسان يتريث في حياته وفي قراراته وفي أشياء كثيرة من المواقف الحياتية اللي بتمر في حياة الناس يعني العجلة في اتخاذ القرار العجلة في التصرف العجلة في إصدار بعض الأحكام على الناس كل يعني هذه الأمور تندرك في إنه الإنسان لابد له دائما أبدا أن يتحلى بهذا الأدب النبوي الكريم وكذلك هذه النصيحة الكريمة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله التأني من الله والعجلة من الشيطان بقول الكلام ده لأختنا السائلة اللي بعثت على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة واللي بتقول أنا فقدت الثقة في نفسي وفقدت الثقة في ما هو أكبر من كده هي مش عايزة تصرح لكن بتقوله طالبا نحن ما نقولش اسمها حاضر بتقول وصلت لقمة اليأس تقدم منذ أربع سنين ابن خالي لخطبتي واتخطبت له سنة وبعد كده حصلت مشكلة ولم تتم الخطبة وبعد كده بتقول وتألمت ثم تقدم بعدها بسنتين ابن عمي وفقنا عليه ولكن بعد كده وجدنا في صفة يعني هو كان في صفة السب والشتم واللعن وبتقول إنه كمان كان بيقع في مسألة سب الدين بصفة مستمرة ولما بنتخانق بيهني وبيشتمني المهم يعني فوسخة هذه الخطبة كذلك بتقول أصبحت ما عنديش ثقة في نفسي والواحد ما بقاش زي الأول مع عائلة الأم ولا حتى مع عائلة الأب وصلت الرحم اللي اضطربت بسبب هذه المشكلة وبتقول أنا الحمد لله بصلي وعرف ربنا وأصحابي بيشهدوا لي بأخلاقي يا ترى أرجع إزاي زي الأول وإزاي أسترد ثقتي وأعيش بيقين إن ربنا حيعوضني إزاي أقولك هنرجع تاني نذكر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله الإنسان فيه قرار الزواج لابد يكون عنده نوع من التأني الشديد عنده نوع من الهدوء الشديد مش عشان هم أقارب سواء كان هذا الخاطب الأول ابن خلتك أو الخاطب الثاني وهو ابن عمك كانوا من العائلة إنه الإنسان يقدم على الخطبة ونبتدي نعيش حياة إن إحنا بنعيش قصة حب مش قصة دراسة وهو ده اللي دايما أنا بأكد عليه مع بناتنا الخطبة وعد بالزواج وعد بالزواج معناها إن إحنا بندرس الأمر مبدئيا بنقول نعم لهذا لقبول ذلك الأمر لكن ليس هذا كلاما نهائيا وبالتالي أنا أدرس هذا الخاطب وهو كذلك بيدرسني فما أخشش بقا قول أسنة بتألم ليه لأن انتوا بتدخلوا بعواطف مئة بالمئة ما بيبقاش فيه تريس مش عشان إنه هو في دائرة القرابة داي خليني أععد سنة كاملة في خطبة مش عارفة أقرر إلى أن تحدث مشكلة وبعد ذلك بتفسخ الخطبة أو أنه أنا بقى عارفة أنه أخلاقه سيئة رجل بيسب الدين ولسانه مش منضبط في طريقة الكلام وإذا اختلف بيبتدي يسيء في التعامل إن أنا أقول أصلنا حغير وأصلنا فيه أمور كده الإنسان لا يتعجل أبدا بالموافقة عليه وبقول لما بتكون دايما في إطار الأسرة ما نقولش آه ما نقولش لا بنقول إحنا بندرس وده الكلام لابد له من التقدمة بالذات مع الأسر إحنا بندرس الأمر ولو لي نصيب أو الأهل بيتكلمه ولو لها نصيب فيه وعلى كل حال فيه نصيب معاها أو ما فيش نصيب إحنا برضو أهل بالدرجة الأولى مش عايزين الأمور دي تفسد العلاقات ما بينه فما ندخلش بقى فيه يعني تشابك شديد جدا وتبقى العلاقة وطيدة جدا إلى أن تحدث المشكلة فيفسد الأمر بين العيلتين لأ أنا بقول أنا بدرسك وإنت بتدرسني لابد يكون محط نظر البنات على فكرة الحسن الخلق أن أنا بختار إنسان حسن الخلق مش أروح أختاره حشاش وبعدين أقول لك أصلاح أغيره مش أروح أختاره تارك الصلاة وبعد كده أصلاح أغيره الأمر بيختلف صحيح لما بيتم العقد والدخول وبيبقى نقل أراء الفقهاء في هذه المسألة مختلف لأنه فيه عقد وفيه دخول ولعظم أمر الزواج وعقد الزواج بيبقى الكلام بيختلف لكن إحنا بنقول وأنا بختار لسه الأمر بين يديا فأنا بختار في الأول ليه أتعجل الأمور تتاخد بهدوء وبنقول إن إحنا لابد أن نراعي ذلك لأن ده أمر يعني مستمر أنا معاه ده زوجي وهيبقى رفيق الحياة اللي لابد أن أختاره بتؤدى مش بمشاعر فقط مش عشان أقارب فقط إحنا لو بنمر على القصص القرآني كده حتى بالقراءة ونفكر لما القرآن الكريم يقص علينا قصة سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين وسيدنا موسى عليه السلام لما فر من بطش فرعون وجنود فرعون وفر بنصيحة الرجل المؤمن من آل فرعون إنه يفر وإنه يخرج من هذا المكان فيخرج من مصر إلى أن يصل إلى مدين فلما بيوصل لبئر مدين ويجد الرعاحة ولين البئر ويجد سيدنا موسى كما قص القرآن علينا هاتين المرأتين إلا أراد إنهما يسقي ولكن الرعاة ملتفين حول هذا البئر وسيدنا موسى يقوم ويمني الرجولة والشهامة وطلب الحفاظ على هاتين المرأتين هو ما يعرفهمش وبعدين يسقي لهاتين المرأتين وبعد كده هي توصف واحدة منهم لأبيها شعيب وتقوله استأجره لنا إن خير من استأجرت القوي الأمين وتوصف صفتين يعني غاية في الأهمية إن للفت انتباهها في شخص سيدنا موسى عليه السلام أولا القوة وإن استعمال القوة فيما يرضي الله هو من سليل وهو من سلالة عائلة فيها النبوة وفيها خير عظيم وفيهم صلاح كبير وإن سيدنا موسى عليه السلام استعمل هذه القوة في إنه يعني يقف بجوار هاتين المرأتين فيسقي لهم وإنها تصف كذلك بالأمان لأنه لم يستغل هذا الفعل هو ده اللي لفت نظر هذه الفتاة الطيبة هذه الفتاة الصالحة اللي أتته تمشي على استحياء ونشوف هذا التعبير القرآني والتأكيد على معاني العفة والرجولة والشهامة وإيه اللي لفت نظرها في شخص نبي الله موسى عليه السلام وهي ما تعرفش عنه شيء الخلق يبقى هو ده اللي يلفت أنظرنا ونتعلم من القصص القرآني هذه الومضات النورانية اللي القرآن الكريم عايزنا نقف عندها عشان نفهمها وتكون لنا عبرة في حياتنا ونفهم دروس وعبرة عظيمة من هذا القصص الجميل وإنه بعد كده يبقى في قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام من واحدة من هاتين من بنات سيدنا شعيب عليهم جميعا السلام ويبقى هو ده اللافت للنظر في شخصية أي خاطب بيجي يتقدم لنا الخلق الشهامة الرجولة كل هذا بتعبر عنه الخلق الطيب أنا لما بشوف نسمع الصمع الطيبة والأخلاق الطاهرة ورعاية العفة في كل صغيرة وكبيرة حيخليني لا أوافق على ابن عمي حتى لو هو ابن عمي لكنه بيقع في سب الدين وقبل كده قلنا لحضراتكم سب الدين خروج من الدين كما ذكر أهل الفقه وأهل العلم فأنا في الحالة دي بوافق على مين لو كان قريب قرابة شديدة وسيء الخلق لا أمضي في هذه العلاقة وأدخل في خطبة من ابن خالة وبعد كده من ابن عم وأنا عارفة أن الاتنين ماينفعوش للجواز بس عشان هم أقارب وبقول برضو للأهل رب غريب لكن على خلق أفضل من قريب سيء الخلق وأحفظ بناتنا وأنا لازم أشوف بنتي دي حتتزوج مين لأن أنا أأمن لها قدر المستطاع بعدم العجلة والتأني في الاختيار زيجة طيبة وزوج صالح يكرمها في كل وقت وفي كل حين يكرمها إذا غضب ويكرمها في حالة الرضا ويكرمها في كل المواقف الإنسانية اللي من الطبيعي كل البيوت بتمر به لكنه كريم الخلق يحظى بذلك فيحفظ على هذه المرأة كرامتها في كل لحظة من اللحظات حياتهم اللي حيعشوها مع بعض فأنا مش عايزاكي تخليط الأوراق إحنا بنمر بمواقف كتير أنت مرت بموقفين أنت بس مهولاهم أحمد ربنا أن أنا ما تزوجتش اللي بيسب الدين وبيشتموا بهينك قصاد الناس أقول الحمد لله إن الزيجة دي ما تمتش وليه أشوفها أنها عشان أنا كنت عايزة أكمل وأهلي عايزين يتطمنوا علي لا يتطمنوا عليكي مع شخص يطمأن إليه مش أي إنسان فأنا عايزاكي أنك تظلي على صلاتك وتظلي على ذكرك وعندك يقين في الله سبحانه وتعالى وأنه أكيد رب العالمين يعني سيأتي لك بكل خير وخلي يقينك في الله دائما هو اليقين القوي وفي نفس الوقت أنا ما أحطش ما أخلطش الأوراق وقل أنا ثقة في نفسه تزت تقولي الحمد لله أنه لم تتم ولا واحدة من الزيجات دي ودايما يكون عندنا تأني وما نقدمش على خطبة ونمشي في الأمور طالما أنا شك أن اللي قدامي أخلاق ومش كويسة من الأول كده ما أخدش ودي خلاص الأمور بتنتهي عند سب الدين وطولة اللسان وإساءة الأدب ما وفقش مش حاجة اسمها يتغير هيتغير بعد طول شق الأنفس يا يتغير يا ما يتغيرش مش بنقفل الباب بس بنقول نقول لكل إنسان ليس على الجادة وليس على الصاب انتبه مش هتوافق عليك الكريمات مش هتوافق عليك بنات الناس المحترمات فلابد أن تغير من سلوكياتك في طريقة التعامل مع الناس مش هتوافق عليك بنات الناس المحترمات